اهلا بكم في فيديو جديد من الموضوع العربية الشاملة اليوم رح نتعرف على دواء هيروكس تدلفل ودواء استعماله والاثار الجانبية المحتمل حدوثها دواء تدلفل له العديد من الاسمام التجارية من ضمنها سنافي وتقوم حبوب سنافي بمعالجة مشكلة سرعة القذف ومشاكل الانتصاب لدى الرجال وهذا عن طريق زيادة افراس اكسيدنايتريك من الجسم خلال عملية الجماع وترخية العضلات مما يزيد اتساعها ويزيد من تدفق الدم بصورة طبيعية ووصوله الى العضو الذكري اما عن حبوب سنافي النسائية فهي حبوب مخصصة للنساء التي يعانين من البرود الجنسي والذي قد يحدث كعرات جانبي لتناول الادوية المضادة للاكتئاب ويجب قبل اخذ الادوية المثيرة جنسيا عمل فحص للهيرمونات هيروكس تدلفل متوفر في الصيدليات على هيئة اقراص وينصح بتناول الحبوب قبل اقامة العلاقة بتصف ساعة على الاقل وعادة من يكون المفعول دائم لمدة اربع ساعات الجرعة تكون من 10 الى 20 ميلي جرام ويمنع تناول اكثر من قرص واحد في اليوم لا يشترى التناول اطعمة معينة ولا يشترى ان تأخذه على معدة ممتلئة وفي حال نسيان الجرعة قم باخذ الدواء بشكل مباشر مع عدم مضاعفة الجرعة نهائيا لتفاتي حدوث اي مضاعفات وهناك بعض التحذيرات اثناء تناول دواء هيروكس تدلفل لا تشرب عصير غريب فروت او تناول فاكهة غريب فروت لانها تتداخل مع تأثير الدواء وتزيد من حدوث الاثار الجانبية وايضا تجنب شرب المشروبات الكحولية اثناء تناول دواء سنافي وقد يؤدي تناول الدواء الى ظهور بعض الاعراض الجانبية منها زيادة احمرار في الوجه الشعور بصداع كبير الام في العظام وبشكل خاص في الظهر الام في العضلات وجود التهابات في الشعب الهوائية ووجود مشاكل في الابصار ويفضل مراجعة الطبيب في حال شعرت باي من هذه الاعراض ومن الاعراض التي يمكن ان تظهر على النساء من معطاعات الدواء شعور بصداع كبير ومشاكل في الرؤية معلومات عن استعمال دواء تزلفل في حال شعرت بدوار اثناء العلاقة او الم في منطقة الصدر فتوقف عن تناول الدواء مباشرة وقم بمراجعة وحلة الطوارئ اذا كانت الحالة خطيرة يجب تنجنب تناول هذا الدواء اي من الادوية التي لها علاقة بالانتصاد اذا كنت تعالي من امراض في الجهاز التناسلي او الجهاز البولي ولا تقوم بتناول اي ادوية اخرى للاثارة الجنسية مع هذا الدواء لتفادي حدوث اي مضاعفات ويجب الفصل بين الجرعات لمدة 24 ساعة مع مراجعة الطبيب ولمعرفة المزيد تابعونا على مؤسوعة.com واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا انكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وايضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر